بنفس الابتسامة والملامح وقصة الشعر والأناقة والكارزمة ظهرت أخت مونة الشازلي لأول مرة والجمهور تفاجئ أني لها أخت وكمان شبهها كده وقالوا فولا وتقسمت نصين فمين مروى الشازلي أخت مونة الشازلي ولمختفي عن الأضواء مش هتصدق شغال إيه تابع الفيديو وهتعرف أسرار عن مونة الشازلي لأول مرة مونة الشازلي تقريبا ما فيش حد مشهور أو كان تريند إلا واستضافته وخلته يكشف عن حياته الشخصية وعن كل اللي جواه لكن محدش يعرف كتير عنها إلا حياتها العملية بس كمزيعة أما حياتها الشخصية زي ما تقولوا كده خطة أحمر أو لأنها مش بتكون ضيفة خالص ودايما هي المزيعة لكن جي الوقت لنعرف مين منشز للإنسانة وعلاقتها بأهلها مين إخوتها خاصة بعد انتشار صورة ليها مع أختها الساعات اللي فاتت عالتها كلها موهوبة وكل واحد اختار سكته اللي يقدر يبدع فيها ويخرج فيها أحسن ما عنده ويحقق فيها شغفه انتشر صورة لمونة الشزلي مع سيدة شبهها جدا بنفس الملامح الهدية والضحكة الجميلة ونفس الاحتشام في اللبس كمان وده لفت نظر الجمهور جدا وتقال إن دي أختها مروة مروة الشزلي فنانة تشكيلية والصورة اللي ظهروا فيها مع بعض كانت من افتتاح معرضها في الزمالك عوالم مستقرة وكانت رايحة سندها وتكون معاها في يوم مهم بالنسبة ليها أكيد مش لأنها الإعلامية مونة الشزلي ولكن كأختها ومن فترة برضو نشرت تمان صورة لولدتها في عيد الأم الأول مرة والجمهور تفاجئ من الشبه الكبير ما بينهم مونة الشزلي بتكون الأخت صغيرة وعندها أختها الوحيدة مروة وأخي كمان وتربت فعيلا من الطبقة المتوسطة أبوها وأمها من جيل الستينات واللي بيهتم بتكوين الإنسان وجوهره قبل أي حاجة علشان كده قالت إنها طلعت مهتمة بالجوهر قبل المظهر أبوها زرع فيهم الأخلاق وتحمل المسئولية والبساطة والمحبة وتربت على الثقافة والإراية وقالت وأمي كانت دقوبة وحريصة في تربيتنا إننا نتعلم الكتابة من بدري من سن سنتين ونص تقريبا وبالتالي بقت المدرسة سهلة ليهم بعد كده هي ما كانتش مدلعة بما إنها آخر العنقود بالعكس مبدأهم في الحياة كان اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم مونة أسرتها خلتها سوية نفسية وقالت والدي تطوع في حرب 56 وقت العدوان السلاسي على مصر تطوع في المقاومة الشعبية أبويا رجل جميل جدا لكن عمره متفاخر بحاجات كتير حلوة عملها وتعلمت منه الأخلاق وهو قمة في الثقافة والمعرفة والبساطة المفاجأة بقى إن مونة الشزني كان نفسها تبقى دكتورة أو مدرسة مش إعلامية لكن درست الإعلام في الجامعة الأمريكية وكانت دايما بتشارك في تقديم الحفلات والفعاليات وما كانتش متخيلة إنها تبقى مزيعة ومشهورة لحد قبل 6 شهور من التخرج زميلة لها قلت لها إن شبكة قنوات ERT طلبين ناس للتدريب وهيختاروا منهم مزعين وشافت إنها مؤهلة جدا لده مونة رفضت لكن مع إلحاح زميلتها قررت إنها تحضر معاهم يوم لعمل تقرير تنشره في الجامعة للتدريب ده وفعلا قعدت تكتب الملاحظات ووقتها قرر المدرب إنه يسألهم شوية أسئلة عن المعلومات العامة وما كانش حد بيجاه وبغير مونة سألها أنت مين ومش بتشرك معانا لي وعرض عليها إنها تنضم كمزيعة وسبحان الله عمرها ما ساعت إنها تكون مزيعة خالص لكن اتفتح لها طريق كان وشي استعد عليها أخوها رفض خاصة إنها هتسافر إيطاليا لكن ولدها شجاعة ووصقيها وفي قدرتها وسفرت مونة وخدت عهد على نفسها الأول إنها مش هتتغرب أكتر من سنتين والتاني مش هتحب حد وقدرت تنفذ الأول لكن رجعت بعد سنة ونص ووقعت في الحب الأول وآخر مرة علاقتهم في الأول ما كانتش كويسة وقالت ما كنتش بطيئة لكن حبينا بعض وتجوزنا وخلفنا ثلاث بنات وبقلنا خمسة وعشرين سنة مع بعض